نيران الاتهامات فتحها حزب العمال المعارض بوجه وزراء ومسؤولين حكوميين في حكومة ريشي سوناك بالعيش على نمط حياة فاخر على حساب دافع الضرائب ويقول العماليون وفقا لصحيفة الجارديون أن تحليلا للإنفاق الحكومي أظهر أن الوزراء المحافظين ينفقون أرصدة بطاقات الاعتمان والتي يمولها دافع الضرائب على السفري والإقامة في فنادق فئة خمس جوم ويستخدمون الأموال العامة وكأنها ماكينة صراف آلية نعم بالطبع أنا مستاء من هذا الوضع فأنا أدفع الضرائب وتعتقد أن هذه الأموال تصل إلى بعض القطاعات مثل الرعاية الصحية وشبكة الطرق والنقل ثم نجد أن الممرضين يضربون في الشوارع ويتظاهرون بسبب عدم حصولهم على المرتبات العادلة بينما يبدو لنا السياسيين يعيشون حياة مطرفة بتلك الأموال فهذا سبب إحباط لنا وأطلق حزب العمال حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على زيارات إلى فنادق فئة خمس جوم أقام بها مسؤولون مثل رئيس الوزراء ريشي سوناك ورئيس حزب المحافظين الجديد في محاولة لإلحاق المزيد من الضرر بمستقية حزب المحافظين في إدارة الأموال العامة في المقابل لم ينفي حزب المحافظين هذه التقارير واكتفى بالقول إن المعلومات المتعلقة باستخدام بطاقات المشتريات الحكومية متاحة بالفعل للرأي العام موضحا أن إجراءات الشفافية بشأن استخدام هذه البطاقات أطلقتها حكومة المحافظين عام 2011 وفي وقت سابق أظهرت التقارير أن الانفاق الحكومي لشهر ديسمبر الماضي تجاوز الإيرادات بمقدار 27 مليار جنيه استرلينية وهو أعلى بمقدار 16 مليار جنيه خلال ديسمبر 2021 وذلك بسبب خطط الانفاق الحكومية للحد من أزمة الطاقة من خلال برامج الدعم والمقدمة للأسر والشركات وأكد الخبراء في شركة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث ارتفاع الاقتراض الحكومي للشهر الثالث على التوالي حيث قدمت المالية العامة المزيد من الأدلة حول تراجع الحالة المالية للحكومة البريطانية بوتيرة سريعة من العاصمة البريطانية لندن هنا القاهرة